في الفترة الأخيرة تتراوح أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم فبعض البلدان قلت فيها الإصابات بشكل ملحوظ والبعض الآخر بدأ يسجل زيادة كبيرة مرة أخرى ولكن بشكل عام أوروبا أصبحت أكثر دراية بالمرض وترق التعامل معه إلى حد كبير بعد الموجة الكبيرة التي تعرضت لها وعلى الرغم من أن مؤشر الإصابات الجديدة عاد إلى الارتفاع في فرنسا أصر الرئيس الفرنسي على أن البلاد ستعيد ملايين الطلاب إلى المدارس اعتبارا من الأول من سبتمبر وقالت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا الآن يمكنها مكافحة فيروس كورونا من دون عملية إغلاق كاملة بعد أن أصبحت السلطات أفضل استعدادا واكتسبت المعرفة حول كيفية مكافحته في الأشهر الأخيرة وقال هانز كلو رئيس الفرع الأوروبي للمنظمة إن من خلال التدابير الأساسية المتخذة فإن أوروبا في وضع أفضل بكثير للقضاء على البؤر المحلية للفيروس ويمكنها الحفاظ على تشغيل عجلة الاقتصاد ونظام التعليم وشدد كلو على أهمية إعادة فتح المدارس مع عودة البلدان إلى وضعها الطبيعي تدريجيا مشيرا إلى العواقب السلبية لإغلاق المدارس على الأطفال اشتركوا في القناة